أظهرت النتائج وشبه نهائي للانتخابات التشعي المبكرة لتجارة أمسلحة في اليونان أظهرت فوز حزب سيريزا اليساري المتشدد بزعمة أليكسيس سيبراس بحصوله على 149 مقعدا من أصل 300 مقعد مقابل 76 مقعدا لحزب الديمقراطية الجديدة الذي يتزعمه رئيس الوزراء المتاهية ولاية أنتونيس ساماراس وجاء حزب النهر المبثق من يساري الوسط في المرتبة الثالثة بحصوله على 17 مقعدا وهو عدد المقاعد ذاته الذي تخصل عليه حزب الفجر الذهبي ذي التوجه النازي الذي احتل المرتبة الرابعة بينما جاء في المرتبة الخامس الحزب الشيوعي بحصوله على 15 مقعدا